نمر الآن إلى ملف 90 دقيقة أخبار والذي سنناقش من خلاله الاجتماع الطارق الذي يُعقد حالياً في العاصمة المصرية القاهرة بخصوص الملف الليبي حيث ستدرس الدول العربية تدخل عسكري في ليبيا إلا أن مواقف العديد من الدول الكبرى تدعو إلى عدم تدخل عسكرياً وتغليب لغة الحوار السياسي على لغة السلاح يقول في هذا التقرير أحمد قارة تتجه الأنظار الثلاثاء إلى القاهرة التي ستكون على موعد مع اجتماع حاسم لدراسة طلب ليبيا تدخل عسكري عربي لوقف تمدد داعش الذي أحكم سيطرته على مدينة سرطة ودرنة وتتباين مواقف الدول العربية إزاء آلية حل الأزمة الليبية ويصطدم أي تحرك عربي تجاه ليبيا بمواقف الدول الكبرى وعدم قدرة فرقاء الأزمة الليبية على الجلوس إلى طاولة واحدة لصياغة تصور لإنهاء سيطرة داعش على العديد من المدن الجزائر التي تتبنى عقيدة عدم تدخل جيشها خارج الحدود تراهن على حث العرب على إيجاد تسوية سياسية عبر إقناع فرقاء الأزمة الليبية بالجلوس إلى طاولة التفاوض وينسجم الموقف الجزائري مع مواقف العواصم الكبرى في سورة واشنطن وباريس وروسيا وهي دول ترفض أي تدخل عسكري الجزائر التي لا طالما لعبت دوراً محوظاً محوظاً هذا حتى النظر العربي حقيقة الصواتون الصواتون المغربة وغيرها لا يدون تدخل عسكري ولكن ما يتصدر من موقف هو حقيقة الجزائر التي تفعى بقوة لعدم وجود تدخل عسكري في ليبيا الجزائر وعد حتى بعملية تدخل عسكري في جنوب الليبي وتعلم جيداً ما طامع فرائصة الجزائر التي لا طالما لعبت دوراً محورياً في حل العديد من الأزمات بطريقة سلمية دون اللجوء إلى لغة السلاح التي تتعرض مع عقيدتها الوطنية ستواصل لا محل في السعي لحل الأزمة الليبية بطريقة سياسية وبحنكة دبلوماسية فهل ستنجح الدبلوماسية الجزائرية أم أن ما يطبخ في الكواليس سيحسم مصير ليبيا